البندقية نصبت تتأهب شوارع مدينة طرابلس الليبية لمعارك محتملة شعارها شرعية من ستفرض صحيح أن فوهة البندقية هذه مواجهة اليوم للسماء إلا أن تسارع واتيرة الأحداث وانسداد الأفق السياسي قد يعصف بالأمور لحرب أهلية لا تبقي ولا تذر فستاطان طرفاهما رئيس الحكومة المكلفة فتح باشاغا مدعما من مجلس النواب من جهة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد لدبيبة في تفاصيل النزاع القديم المتجدد رسالة بعثها باشاغا للدبيبة تمنى فيها على الأخير تسليم السلطة طواعية حقنا للدماء محملا إياه المسئولية عن أي تصعيد محتمل ليرد عليه لدبيبة في تغريدة على تويتر مقللا من قيمة الرسالة ومطالبا إياه بالكف عن خطاب التهديد بإشعال الحرب الدبيبة رأى كذلك في رسالة باشاغا أوهاما وأحلاما بانقلابات ولا زمانها سياق استخدام الدبيبة للغض الانقلاب يستدعي اللواء المتقاعد خليفة حفتر والذي كان هو الآخر على اللسان الناتق باسمه أحمد المسماري قد بعث برسالة يدعم بها بيان باشاغا وليحذر من حرب تدق طبولها في العاصمة ولتحكيم العقل طالبت اللجنة المشتركة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية وعدد من أعيان مصرات وترابلس جميع الأطراف الليبية إلى نبذ القوة واللجوء إلى الحوار كخريطة طريق تنهي صراعات السياسية والأمنية الحالية البعثات الأممية والسفارات الغربية استشعرت خطورة الأزمة القادمة فأبدت كعادتها قلقها ودعت لنبذ السلاح وتجهيز أرضية عمادها انتخابات تجدد شرعية مؤسسات الدولة